تحذر من أن اللجوء للعنف وإراقة دماء الفلسطينيين لن تفدي إلا إلى المزيد من تأجيج العنف والمزيد من التوتر في المنطقة بأكملها وحذرت الجامعة العربية ولا تزال من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا وأكدنا ولا نزال أن المساس بالمسجد الأقصى بمساحته الكاملة ومحاولة تقسيمه زمنيا أو مكانيا هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا فهو كان وصيظل مكان عبادة مخصصة للمسلمين طيب الكلام اللي قاله معالي الوزير سامح شكري كلام شديد الأهمية على مسألة بقى سد النهضة على مسألة القدس إلى أخير وبيأكد وزير الخارجية سامح شكري كويس خلي بالك بقى من الكلام ده أن مصر بتتطلع الاستمرار الجامعة العربية في دعمها فيما يتعلق بالقضية دي ده بالنسبة لنا في سد النهضة ده بالنسبة لنا احنا والسودان ده بالنسبة بالمناسبة لمستقبل إفريقيا ده بالنسبة بالمناسبة لمستقبل الإقليم معالي الوزير سامح شكري كمان أعرب بوضوح رفضوا للمواقف المتعنتة في ظل خطوات أحادية الجانب الإسرار على اتخاذ خطوات من جانب واحد وأكد يا جماعة في ضرورة للوصول للتوافق لتحقيق مصلحة الجميع خصوصا وأنه مصر بترصد عدم تغيير الموقف الأثيوبي ده على حد كلام معالي وزير الخارجية سامح شكري ده اللي انت هتسمعه بودانك في المقتطف الصوتي التالي يعني انت سمعت الأول فيما يتعلق بالأدس أتمنى تكون سمعته كويس وتكون شايف انه الخطاب واللهجة في منتهى الاتزان بقدر مهم فيه منتهى الوضوح والصرامة اسمع ماذا قال وزير الخارجية المصري حول سد الله استضافة القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية يوم 27 و28 أغسطس تبين خلالها عدم موجود تغير في الموقف الأثيوبي وعدم موجود توجه لأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث كما نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الأثيوبي الأحادي اتصالا بملء وتشغيل سد النهضة ومع استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجميع العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الأحدية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع